خليني كمان أخد معايا بقى على التليفون كابتن مصطفى يونس نجم الأهلي وكابتن المنتخب السابق زح حضرتك يا كابتن حبيب يا جو وحشني ممور وحضرتك أكتر كنا مع بعض دعا كنت معاك في الإزعار أيوة صحيح كنا في الراديو طبعا كنا في الراديو وعملنا حلقة محترمة وعملنا حلقة كنت حلوة وكان فيها جزء رائع جدا من تاريخ مصر الكاروي لا أنساها والله عظيم وانا استفدت منها كتير تحدي جميل انت حدي جميل وإعلان كبير يا ربي خليك يا ربي يا ربي ده اكملني زمال كاوي متزن لا لا زمالك أهلي وزمالك دول البلد مش كده مش كده او الله يا رازم طبعا طبعا زمالك من غير أهل وزمالك مفيش كرة في البلد مفيش رياضة في البلد لا كده هتزع على بقية النوادي والإسماعيلي والمصري والاتحادي والأولمبي وكل كمهرية كلها كلها كابتن مصطفى عايز أسمع منك رؤيتك ليه مشهد الانتخابات أولا مشهد الانتخابات يعني أنا كنت حريصا أنا روح بدري أنا وملادي ساعدت جدا بالشباب الشباب الارثيات الرئيس إداهم بوش غير طبيعي من ساعة متولى من عشر سنين واحنا بنشوف الشباب هو متصدر المشهد ومديهم حقوقهم ومديهم كل حاجة لأن دول المستقبلة يوسف وانت عارف طبعا والثقافة وانا حضرت دعوات كتيرة لحزب كلمات الوطن ومستقبل مصر كنت قد إيه سعيد بيهم وسعيد قد إيه فكرهم وسعيد قد إيه بوعيهم لأن دول مستقبل مصر لكن اللي أنا عايز أقوله أن رغم الانتخابات يعني خلينا نتكلم بصراحة شوية يعني ما فيش وجه مقارنة أو منافسة ما احترامي الكون الشديد لكل الناس اللي تقدمت لكن إقبال الشعب المصري على الانتخابات ده هو ده النجاح الأساسي صح وهنا عايز أقول مش حبا السيد الرئيس نحن بنعشق السيد الرئيس لكن حبا في الوطن وعلامة للي بره اللي عاديين بره واللي بيحاربونا بره واللي عاديين يوقعونا بره سواء في الذاكل أو في الخارج لا إحنا كلنا ورا قيادتنا السياسية إحنا كلنا ورا بلدنا إحنا مش حنسيب بلدنا ولو نشوف اللي بيحصل في اللي حوالينا لا إحنا المستهدفين من ده ودي يعني رسالة لللي حوالينا كلهم سواء كبار ولا صغيرين إن جيشنا مش مليون ولا مليون لا جيشنا الميت مليون أو مية أو خمسة مليون فدي رسالة قوية جدا 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 للخارج يعني يعني يمكن عايز أخرج بالانتخابات شوية فضل لأن أنا بتابع على طول التلفزيونات في ناس السيد الرئيس بيسميهم الأشرار أهل الشرر سيدين البلاوي بتاعة فلسطين وبتاعة أمريكا وبتاعة إسرائيل ومسكين في الانتخابات والرئيس ما عملش مؤتمر وإزاي مش إزاي وما كانش لي برنامج وإزاي ما عملتش برنامجه هو لما كان في 2014 كان لي برنامج لا بس ده في نقطتين أنا كده 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 كنت لسه هسأل حضرتك بتتبع المشهد بتاع الناس اللي بره دول والإخوان واللي شباههم أصلا هم أولاد اللي زينة دول عاملين والله بجد مناحة بسبب إقبال المصرورين الله ينور عليك بسبب الإقبال وده شيء غريب جدا طبعا طبعا افرح يا أخي إن في إقبال طب إه مسل علينا وقول إن انت مبسوط إن في إقبال يعني حسسني بإن انت حابب البلد ولو شوية بالمناسبة الحملة بتاعة فخامة الرئيس قالوا نصا إحنا لدينا رؤية للفترة المقبلة خلال الست سنوات والرؤية تختلف عن البرنامج واتعرضت الرؤية بتاعتهم يعني ما كانش فيها مشكلة طح أنا شباب العالدي عايزة مننا أي لا ما بيحبوش البلد يعني حتى أنا لو مختلف مع البلد لكن في وقت لنا نقص مع إنت بتتكلم على الشعوب إحنا يوسف إحنا ملاش كتالوك أو الله إحنا شعب مصري ملوش كتالوك شعب مبين يعني بص إحنا ممكن نختلف في كل حاجة في الكرة وفي السياسة وفي الكل كل كل إلا حاجة واحدة إحنا الشعب المصري متفق عليها من سبعة وستين لما كنت لسه طفل لحد هذه اللحظة هي الوقوف وراء الوطن والوقوف وراء القائد وأنا أعتقد إن كان شرفت إن أنا قابلت ساتي الرير كذا مرة وعاتي معاه لكن هذا الرجل لم يختلف من أول مرة من عشر سنين حتى هذه اللحظة النقطة الأهم إن أنا يعني زي ما أنت عارفنا أنا صريح شوي يعني من القلائل اللي عارفتهم في حياتي لا يعمل لصالح الكرسي يعمل لصالح الوطن من القلائل اللي ما بيجملش الموضوع لا بيواجه بمنتهى الصراحة ومنتهى الحيادية أي مشاكل بيقول فيه كده جماعة تقول لك تزعلهم من الصراحة إحنا ظروفنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ده بالعكس ده إحنا عشان نشاركه نشاركه المسئولية وأنا شخصيا مشفق عليه جدا جدا من الحمل للتقيل اللي عليه من بره ومن جوه لكن احنا الحمد لله يعني دخلنا في مرحلة تانية مختلفة تماما بفضل تسليح الجيش المصري وهنا لازم تحط دي لحتي دي ألف خط ال الاخوة الأعداء لما كنت قال لك قلت تبتسلح ليه هو احنا مش عارف ايه لعرفته ليه دلوقتي ولما كنت الرئيس بيقول يا جماعة شوف اللي بيحاكى لنا من بره عرفته ايه دلوقتي اللي بيحاكى لنا من بره فتحية الجيشنا وتحية للقيادة السياسية وتحية للأجهزة المعنية مخابرات عامة مخابرات المؤسسات المصرية والأجهزة كلها والأجهزة الوطنية دي كل واحد هم دول الأساطير بطعنا هم دول حمات الوطن فسيعني كل التواصل سيدة الرئيس سيدة الرئيس احنا بضهرك والشعب المصري كله بضهرك واحنا لن نتخلى عن بلدنا وبعدين صاحب اللقات سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا دلوقتي بنعمل أكلنا وبنعمل سلاحنا بنزرع أكلنا وبنصنع سلاحنا احنا شفنا حاجات في العرض اللي اتعامل الأخير دوت يعني خلي كل أي حد يفكر يقرب لازم يفكر مليون مرة زي ستة باسمة بيقول القاوي ما حد يقدر يأكل طبعا واحنا قوياء جدا بجيشنا العظيم اللي انا يعني فخور به وبالسيادة الرئيس وبعدين رجل المرحلة ورجل المراحل سيادة الفريق اول عبدالفتاح السيسي او المشير عبدالفتاح السيسي لان انا عاشق للقوات المسلحة زي الشعب المصري كله فان شاء الله احنا في المستقبل بتاعنا وشبابنا اللي حيوفر القائد وإذن الله نعدي هذه المرحلة الصعبة وإحنا عدينا كتير قبل كده في سبعة وستتين وفي تمانية وستة وتمانين وغير الحرب الاوكرانية حنعدي حنعدي بإذن الله لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظ هذا الوطن هو وجيشنا وشعبنا اللي وقف ورا بلدنا ورا جيشنا ورا رئيسنا كل التوفيسات الرئيس احنا كنا نفظهرك لكن بقولك ربنا يعينك علينا ربنا يا ربي خلينا كلنا على قد المسئولية والله يا كابتن يا رب يا رب ويسترع علينا جميع انا بشكرك جدا جدا نورتني وشرفتني واوجد بدل دعوة انك تنورنا بقى هنا في البرنامج ونقعد نتكلم عن الكورة وعن تاريخ الكورة وعلى مستقبل الكورة ان شاء الله اشكرك جدا يا كابتن كل الشكر لكابتن مصطفى يونس كابتن منتخب كابتن النادي الاهلي وكابتن المنتخب المصري السابق